راديو نيل راجعين يا هوى طيب ومناسبة بقى راجعين يا هوى والتأثير الفن في دراسة بتقول ان الفن هو الراعي الاول في التأثير على الافراد ووصول المعلومات للرأي العام بشكل كبير طبعا بنشوف ده قد ايه بيكون في تأثير من الاعمال الفنية على المجتمع بشكل كبير ودايما بنقول ان القوى النعمة في الفن المصري طول عمرها مؤثرة مش بس في مصر في الوطن العربي كله كمان الدراسة بتقول ان تأثير على تغيير السلوك للافضل ده بيكون من خلال الاعمال الفنية معالجة القضايا المجتمعية ويمكن رمضان ده شايفين اعداد كبيرة ويمكن المتصدر في المشهد الاول مسلسل زي امل فاتن حربي للفنانة نيلي كريم طبعا بيناقش قضايا مجتمعية مهمة جدا النقطة بقى المهمة قوي ان تأثير بعض الاعمال الفنية بثقافات اخرى ده بيفقدها الوصول في التأثير للاعمال المجتمعية يعني لو احنا لا قدر الله يعني الفن النصري تأثر كده في مرحلة ب اي شكل من اشكال فنون الاخرى بقى التركي السوري اللبناني اي ان كان ده بيكون غلط انه يناقش قضايا مجتمعية ولكن التكامل ما بين الثقافات ده اللي بيكمل يعني الحدوتة ويجعل فيه تعاون لما يكون فيه قضية مشتركة ما بين الدول دي كلها ويكون فيه عمل فني بيتناول هذه القضايا طيب شفنا يمكن مسلسل ابو العروسة قبل السباق الرمضاني وهو واحد من الاعمال الفنية الحقيقة اللي دخلت قوي للبيوت المصرية وكانت يعني واحدة من الحاجات الفنية الرائعة جدا بمناسبة ان امي كمان بتقول عن رجعين يا هوا فالاماكن المسلسل طبعا رائع فكرة رائعة للراحل اسامة انور عكاشة وعمل من اعماله محمد سليمان عبد المالك الحقيقة معالج الموضوع بشكل قصصي وروائي ويعني كتابي رائع جدا خالد النبوي واحمد بدير وكل الفنانين الحقيقة عاملين انوشكة طبعا صديقتي العزيزة عاملة شغل حلوة اوي 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 كل الناس الحقيقة اسلام ابراهيم مش طبيعي يعني كل الناس والحقيقة ان الربط بمناسبة نحن نتكلم عن راجعين يا هوا الربط الاماكن عشان موضوع مؤثر فيها جدا واحد من الاعمال اللي هتبعها الحقيقة ربط الاماكن التاريخية والتراث والحضارة والتطوير اللي حاصل في مصر خلال الفترة اللي فاتت مثلا البيت العم جابر اللي هو يعني بيقوم بدوره الفنان القدير احمد بدير متقسم على جزئين كده اللي يتابع ويهتم بالموضوع شوية يلاقي ان الفناء الخارجي هو بيت السحيمي في حارة الضرب يعني في شارع المعز وده تم انشاؤه على مرحلتين مرحلة كانت 1648 وجزء تاني كان في 1797 وتخيل العبق التاريخي الموجود في هذا المكان وكان بيسكن فيه الشيخ محمد امين السحيمي وهو شيخ يعني من الاتراك اللي اشتغلوا فيه الجامع جامع الاذهر بيت السحيمي طبعا يعني بيكون مفتوح للزوار بشكل كبير جدا فانت تقدر تزوره وتعرف التاريخ اوي انما الديكور او المنزل من الداخل ده كله ديكور كمان القهوة البليغة بولهانة بيقعد فيها مع اصدقائه يعني واحدة من الحاجات برضو اللي موجودة بالفعل في شارع المعز ولكن القهوة نفسها يعني ديكور معمول جدا يعني مصمم فبرضو ده مسجد وسبيل سليمان اغس الاحضار ممكن برضو يعني يكون فيه زيارات لهذه الاماكن الحقيقة المسلسل مفهوش غلطة مسلسل رائع جدا زي اعمال كتير جدا جدا الحقيقة دخلة فيه سباق مهم ودايما قوتنا النعمة لها تأثير وتأثير مهم فويس نوتس كتيرة جدا هنسمعها خلال الحلقة واضح ان موضوع ذكريات الاعمال الفنية ده يعني طلع حاجات مهمة انا بقى حكيلكو عن يعني مين اللي محبش فاطمة والفرسان عشان دول كانوا اول حاجة علاقت معايا تتر الفرسان بالنسبة لي حاجة مهمة جدا طيب خلينا نسمع الغنوة دي من بعدها نرجع نكمل حلوا معانا انا معاكم محمد بكر والحد الساعة 11 وبسألكم ايه اول عمل فني ساب ذكرى معاك سواء التتري سواء العمل ان كان